أظن عداني العيب عيشتك جوه جوه النادي الأهلي بكل التفاصيل الممكنة كل التفاصيل اللي انت كنت بتسأل فيها أو تتخيلها أهي معاك في تفصيلة واحدة هي اللي فضلة هقول لك بني وبينك كده ما تقولاش لحد خليها بني وبينك خليها سر يعني أحمد عبدالقادر مصمم ويصر على الرحيل عن النادي الأهلي في يناير القادة هو شايف أنه الراجل مش مقتنع به مش بيعتمد عليه فهو عايز يبدأ ياخد فرصة أخرى في نادي آخر وبموفة النادي الأهلي طبعا طيب النادي الأهلي من جانبه ما عندوش مانا ما عندوش مانا أن أحمد عبدالقادر ياخد خطوة الرحيل في يناير القادم سواء بني على سبيل البيع أو الأهر بس الأقرب هو البيع هو اللي عايز يروح لنادي غالبا غالبا هيبقى في الخليج خارج مصر يعني طيب وتحديدا أشتبه برضو المعلومة معك كاملة قطر هو عنده عرض من قطر في دوري قطري أنه هو يرحل في يناير طيب الأهلي قعد مع عبدالقادر ويقال له ماشي موافقين بس عايزين نحط كده بند يعني في التعاقد أو في ملحق تعاقد زي ما عملنا مع محمد الشريف أنه لو هيرجع يبقى الأولوية للنادي الأهلي وما يروحش النادي آخر اللي بركة يعني التفاصيل كده إيه؟ يعني النادي الأهلي يتحكم في تحركاته بعد الناديه القطري لو حب يتحرك أحمد عبدالقادر رفض الأمر له قال لهم لا أنا مليش دعوه أنتوا مش عايزيني أو الجازن فأني مش عايزيني خلاص سيبوني بقى أنا إيه؟ أعيش حياتي أروح للنادي اللي في قطر بعد النادي اللي في قطر أروح للنادي في السعودية بعد النادي اللي في السعودية أروح لنادي في الإمارات بعد النادي اللي في الإمارات أروح للنادي في مصر سيبوني براحتي يعني محدش يتحكم في مصيري بعد كده ده لسه بقى محل النقاش بين النادي الاهلي واحمد عبدالقادر في الفترة الحلقة دي اخر حاجة كنت حابة اقول لك في النادي الاهلي طيب